السلام عليكم طبعا احنا في منعطف تاريخي ومش بتكلم هنا ان احنا في منعطف تاريخي علشان في احوال اقتصادية او سياسية او احوال اجتماعية بنعدي بيها ولكن احنا في منعطف تاريخي لان احنا في مرحلة احنا فيها بنبتدي حياة جديدة طبعا انت ممكن تستغرب الجملتين دول ولكن ده المبدأ اللي بيعيش بي معظم النجاحين في العالم انا مجي ببصر اي حاجة في الدنيا غير نفسي انا غير تطويري انا وكل ما بطور في نفسي اكيد طبعا كل ما ده بينعكس على الواقع اللي انا بعيشه ودبعا على فكرة احنا محتاجينه بشكل كبير احنا محتاجين ان احنا نغير فكرنا عن بداية السنة لان احنا في احوال فعلا صعبة العالم كله بيعاني من حاجات كتير قوي واحنا جزء من العالم ماينفعش ان احنا نتغافل عن هذا الموضوع ولو فضلت انت زي شخصيتك اللي السنة اللي فاتت كانت موجودة اكيد طبعا انت اللي هتكون بتخسر فاول السنة ده بيكون وقت بنعمل فيه عملية ستوب ونوقف كل حاجة ونرجع نبص الفترة اللي فاتت كنا ماشيين فيها ازاي وازاي نطور اللي جاي لو ما عملتش كده في وسط الظروف الصعبة اللي انت موجود فيها دلوقتي وللعالم كله بيعني منها تأكد ان انت ملكش مكان طيب هل ده معناه ان احنا نتشائم لا احنا مش متشائمين خالص بالعكس دي دفعة ان انا اكون بطور من نفسي ودفعة اني اكون بتغير والدفعة دي النهاردة هنكون بنكملها بكتاب حلو جدا يعني يمكن من اخلى الكتب اللي ممكن تكون بتقراها في اول السنة الجديدة الكتاب ده فعلا هيديك رؤية يعني السنة الجديدة ازاي ممكن تكون بتمشي بيها والكتاب ده هنعرف زيتونتو في الفيديو ده السلام عليكم انا مايكل راشد وانت بتشوف برنامج ازاي تونة في بداية الحلقة دي احب افكرك انك تكون عامل اشتراك هنا في البرنامج وتكون مفعل خاصية الجرس عشان تتابع اول باول كل الفيديوهات اللي بتنزل واللي ممكن تغير في حياتك ولو على اقل كده بنسبة واحد في المية الكتاب المعنى النهاردة يسمه او احلى سنة ليك على الاطلاق لكاتب اسمه مايكل هايات وانا من خبرتي في مجال الكتب احب اقولك ان اي كاتب اسمه مايكل انا حبيت الكتب بتاعته بحس ان في حاجة مني كده زيتونت كتابنا النهاردة ممكن نلخصها في خمس افكار رئيسية ولكن قبل ان نبتدي في هذه الافكار كان مايكل كاتب انترو في بداية الكتاب يعني بيتكلم وبيقول فيه فرق كبير جدا من بين النية والتطوير مايكل شبه القصة دي بفكرة الفاير ووركس او اللي هي الالعاب النارية انت ممكن تكون بتشوف الالعاب نرية واحتفالات في راس السنة بشكل كبير قوي وكل الالعاب النارية اللي انت بتشوفها دي بتبقى مذهلة جدا وانت بتكون سعيد جدا وانت بتتفرج عليها ولكن في الاخر انت ما بتستفدش حاجة انت اه تحمست للسنة الجديدة ممكن تكون تحمست باهداف وتحمست برؤة ولكن انت محتاج بقى ما تبصش على فكرة الفاير ووركس او الالعاب النارية دي وتبتدي تعمل شغل في مجال التطوير اللي انت حبه وعشان كده كانت اول خطوة موجودة جهة كتابنا النهاردة your best year ever واللي متكون من خمس خطوات عشان تعمل حياة جديدة حلوة هي فكرة انك تبص على حياتك دلوقتي عاملة ازاي حياتنا ممكن نلخصها في ان هي 8 محطات اساسية ولو انا دلوقتي عايز اعرف انا واقف فين بالزبط محتاج اعرف في كل محطة انا وصلت الفين فانا هقولك دلوقتي كم حاجة كده وانت في كل حاجة انا هقولها انا عايزك تديها رقم من عشرة بس الرقم ده بيعبر عن مدى رضائك عن الحاجة دي اول حاجة تديها رقم من عشرة هي علاقتك بربنا تاني حاجة صحتك تالت حاجة فلوسك رابع حاجة شغلك اللي موجود دلوقتي خامس حاجة علاقاتك أصحابك سادس حاجة عائلتك سبع حاجة الاستمتاع اللي موجود في حياتك وتامن حاجة التطوير اللي انت بتعمله في شخصيتك أو التطوير اللي انت بتعمله عمتا في حياتك طبعا لو في حاجة تانية انت شايف انها محتاجة تتحط انت ممكن تحطها وتديها برضو رقم لو انت حابب تعرف انت واقف فين دلوقتي فانت محتاج تفنة حياتك كده وتشوف انت واقف فين في كل حتة بالزبط وبعد كده تسأل نفسك سوال تاني فبيعتر الرقم اللي انا اديته من عشرة ده اديته ليه؟ لما قلت مثلا ان صحتي انا مديها ستة من عشرة هل ده علشان كان عندي احلام ومعملتهاش؟ كان عندي فكرة اطور بيها صحتي واطور بيها من نفسي ومعملتهاش؟ فتبتدي كده تعمل لأول مرة في حياتك منعشة فعالة بينك وبين نفسك ويمكن المنعشة دي تطلع لك افكار عن انت اصلا مين؟ تانية فكرة موجودة جهو الكتاب ده لو انت دلوقتي عرفت انت واقف فين في كل حاجة فالمفروض خطتك الاساسية انك تزود الرقم اللي موجود في كل حاجة من التمانية اللي احنا قلنا عليهم ولكن علشان ده يحصل ساعات كتير قوي عقلنا بيخدعنا وعقلنا بيقعد يطلع لنا بلوكس حواجز تخلينا من يعملش اي حاجة المنت البلوكس دي او الحواجز الزهنية ممكن تكون حاجات زي معتقدات موجودة عن نفسي ممكن تكون حاجات زي فشل كان موجودة قبل كده وانا عدد بي ويقعد الفشل دايما لاني بافكار سلبية كتير قوي عن ان انت متقدرش وان انت مش طرف تعمل اي حاجة وان كل سنة زي السنة اللي قبلها وان ياه ما ناس كتير حولت ومعرفتش او يحب قوي شخصية مثلا زي والديزني لما قالك انت مش تعرف تعمل حاجة طول ما انت معرفتش انك تتخيلها طول ما انت مش قادر تتخيل انك تقدر توصل لحاجة اكيد طبعا عقلك لو قفلك السيكريم الاول اكيد انت عمرك ما تفكر في ايه هي الخطوات اللي تمشي عليها فبمنتهى البساطة كده في شوية مينتال بلوكس موجودة جواد مغنى كلنا مفيش حد في الدنيا ما عندوش مينتال بلوكس دي هو ربنا خلقنا كده في جزء كده فعلنا اسمه الاميدالة بيفكر دايما بنظرية البقاء فدايما هتطلع لك افكار سلبية بس دور حضرتك هنا بقى ان انت تتغلب على العوائق الزهنية الموجودة دي تتغلب عليها عن طريق انك تسأل سؤال بسيط جدا والسؤال ده هو ليه انت شايف انك صعب انك تعمل اي حاجة ليه صعب طب ازاي ممكن تعدي الصعب ده شايف انك مثلا مش هينفع تشتغل الشولانة اللي انت عايزها او مش هينفع توصل لمرحلة التطوير انت بتفكر فيها او مش هينفع يكون معاك الفلوس اللي معاك اسأل نفسك سؤال ده ليه ليه مش هينفع يكون معايا طب ازاي ممكن يكون موجود معايا حتى لو الحل ياخد مني وقت كبير بس ممكن يكون فيه حل اقدر اعمله دلوقتي وده اللي احنا اصلا عايزين نعمله في بداية السنة جديدة انا مش عايزك يكون فيه تغيير مية في المية في حياتك انا بس عايزك تبكتدي عملية التغيير ده الفرق ما بين فكرة الالعاب النارية اللي انت بتشوفها وتنبهر وفكرة عملية التطوير اللي بتاخد مننا وقت ومجهود يمكن من ضمن المنتال بلوكس او العواق الزهنية الموجودة جوانا على فكرة هي فكرة ان اللي بيتعب ما بيلاقيش يعني فيه ناس كتير جدا بتفكر انا ليه اتعب نفسي واشتغل وتعلم واخد كرصات وهحاول ابهد النفسي وفي الاخر كل الكلام ده ممكن ييجي عليه ولكن الرد على المنتال بلوكس ده او العواق الزهنية في منتهى البسط ربنا بيضيعش تعب اي حد في الدنيا مهما كان شايف هو ان تعب وضعه تقولي يعني ما تعبك في اتجاه صحيح يعني ما تعودش تكون بتتعب فانك تكون بتعمل ازا في العالم وبعاكية تكون مستني ان ربنا يكافأك عليه يعني فالحقيقة عندنا عواقق زهنية كتيرة قوي محتاجين نشتغل عليها مجتمعاتنا كمان العربية وانا ااسف ان انا ممكن اقول كده وانتو لو عندكم رأي تاني ممكن تصلحولي مجتمعاتنا العربية عندها برضو مينتال بلوكس او عواقق زهنية كتير قوي زي مثلا فكرة ان احنا ما متحكمش في اي حاجة وان احنا مجرد بابتس يعني مجرد كده عرايس وان الناس الحالين قالوا بيتحكموا فينا كل دي عواقق زهنية انت لو عايز تعمل حاجة شفنا نمازج ناكحة كتير قوي طلعين من العرب وطلعين من يعني بلاد كانت صعبة جدا حياتهم صعبة جدا وشفنا ناس هنود قدروا ان هم يكونوا بيتحكموا في انجلترا في الوقت ده فمن الاخر يعني الفكرة اللي في دماغك بتقولك ان انت مش تعرف تعمل حاجة وان تعبك هيروح الفواضي انا بس بقولك كده قوم وانشف واشتغل وما تقلقش عن نتيجة ثالث مرحلة وثالث نصيحة موجودة باقي الكتاب ده هو انك لما تيجي دلوقتي بقى تبتدي طريق التطوير هيصدمك كده برضو في تفكيرك شوية حاجات ليها علاقة في فشلك اللي قبل كده اللي هو يا خبرة بيض تقعد بقى تعيش اجواء درامية غير مسبوقة عشان تجبر نفسك انك ما تعملش اي حاجة في التطوير اللي انت عايزه ده أصلا يعني تبتدي تقول لنفسك ايه ده انا عصلا فشلت في حاجات كتير والفشل بتاعك ده يقعد يطردك وتقعد بقى اجيلك افكار مثلا زي ايه زي انا ما كانش المفروض ارد بالاسلوب ده او ما كانش المفروض اني اعمل الحاجة فرانية دي انا ما كنتش المفروض من الاول اعمل كذا كذا وتقعد بقى افكار كتير قوي تطردك عن الفشل اللي انت عملته قبل جدا في حياتك او الحاجات اللي ما نجحتش بشكل كويس وسواء بقى كنت انت هتلوم نفسك او سواء كنت هتلوم من ناس التانية اللي موجودة في حياتك وفي كل الاحوال انت كده كده خسران طبعا انت خسران ما انت طول ما انت شايف الحتة اللي انت اثرت فيها او غيرك اثر فيها انت مش شايف بقى ايه الحاجة اللي انت ممكن تتعلمها او ازاي تصلح الغلط ده في المستقبل عشان كده اهرب من البعبع ده بعبع الخسارة اللي هو انا ايام اعملت حيات وبوزت لأ انت ايام اعملت حاجات اتعلمت منها حاجات تانية ما فيش حاجة اسمها خسارة ينفع نسميها خسارة زي ناس كتير قوي ابتدوا ان هما يتخبطوا كتير قوي في حياتهم وبعدين عشان هما ابتدوا ان هما يتعلموا من كل حاجة هما كانوا موجودين فيها قبل كده ابتدوا يغيروا الوضع فمش فيش حاجة اسمها خسارة بمعنى الخسارة ولكن في حاجة اسمها انا عندي تجربة اتعلمت منها حاجة فغير الكونسبت ده ادخل للسانة الجديدة بفكرة انا عندي تجرب كتيرة تخليني السانة الجديدة اللي انا موجود فيها دي أبتدي أعمل حاجات مختلفة لحياتي رابع فكرة بقى موجودة هو أنك تحول بقى كل الأحلام اللي أنت حلمتها للسنة جديدة وكل أفكار التطوير لأهداف وقعية وملموسة ومحددة بحيث أن أنت تقدر تنفذها هنتخلى شوية كده عن أفكار زي أنا عايز أنجح أو عايز أتطور بنفسي وخلاص أو هنتخلى عن أفكار زي أنا عايز أخذ كورس كل الكلام ده ما بنفعش اللي بنفع أن أنت تقول مثلا أنا عايز أخذ كورس فلاني لأن ده يفيدني في حاجة معينة وأخذ الكورس ده في المكان المعين في وقت معين بأسلوب معين إحنا تكلمنا بلكده كتير اوه عن الموضوع السمارت جولز أو الأهداف الزكية وزي بتحطها لو أنت برضو حابب أن احنا نعمل حلقة مفصلة عن وضع الأهداف ياريت تكتبونا في التعليقات وعمل لكم حلقة مفصلة جدا إزاي تعمل هدف من أول الفكرة بتاعته لغاية التنفيذ والمتابع عليه خمس حاجة وآخر حاجة موجودة جو كتاب ده حاجة هتلف عليك شوية ولكن قبل ما أقولك عليها حابب أقولك أن احنا عندنا كورس كان اسمه تخطيط العام الجديد في ورقة واحدة الكورس ده هو في أفكار كتير جدا من الكتاب اللي موجود معنا النهاردة ومن كتب كتير قوي وفي كتب الأساسية أنه هو عمل لك زي ورقة كده الورقة دي أنت ممكن تحط فيها كل أفكارك للعام الجديد والكورس ده وكورسات تانية كتير دلوقتي عليها عرض خاص بمناسبة راس السنة فحاول تشوف الحاجة اللي أنت حابب تتعلمها للسنة جديدة وابتدي فيها من دلوقتي وكمان على فكرة غير الجزء الخاص بالكورسات اللي بنقدمها للأفراد ففي كورسات خاصة بنقدمها للشركات إحنا بتدينا البروجيكت ده أو المشروع ده في الإمارات فلو أنت عندك أي شركة موجودة في الإمارات أو في أي مكان تاني وحابب أنك تكون بتدرب الموظفين اللي موجودين في الشركة عندنا برامج تدريبية مختلفة كتير قوي وإحنا بالفعل اشتغلنا مع ناس كتير قوي وقدرنا نوصلهم لمراحل أحسن حاسب لكم اللينك تحت الفيديو ده في الديسكريبشن عشان أنتوا بتنزلوا وتبصوا على الكورسات اللي ممكن فعلاً تكون بتغير في حياتكم برضو ولو على أقل بنسبة واحد في المال خامس بقى فكرة موجودة في الكتاب ده مايكل بيقول لك توقع الأسوأ مش الأسوأ في تحقيق أهدافك ولكن الأسوأ فيك أنت إحنا يا جماعة بشر ضعيفة جداً إحنا بشر عارفين كده اللي هو عايشين على باكر طبنا بنحاول إن إحنا نكون بنطور من نفسنا ولكن إحنا ضعاف فأكيد طبعاً هتنسى أهدافك وأكيد طبعاً هيجي لك وقت وتحبط وأكيد في وقت من الأوقات كده وإنت ماشي بتقلب في الفيس بوك والإنستجرام هتشوف خبر هيحبطك بشكل كبير كلنا كده محدش يعني معصوم من الأفكار دي لكن الفرق بين واحد والتاني هو أنه بيفكر نفسه دايماً بهو عايش ليه طب أنا بتطور دي أنا بعمل كل الكلام ده ليه هلأ أنا بعمل كده علشان أكون مبسوطه خلاص؟ لو ده هيبسطك أوكي ولهل ده بتعمله علشان تكون أنت مثلاً رمز من رموز الفكر ورمز من رموز التطوير في العالم ممكن يكون بيشجعك أكتر ولا بتعمل كده مثلاً عشان تساعد الناس التانية اللي موجودة في حياتك عشان تساعد عائلتك مثلاً ولكن كده لو مفتميش كل ما يكون عندك أهداف سامية في أنك تكون بتطور نفسك علشانها تكون موجودة في حياتك كل ما ده هيخليك أنت أصلاً عايز كده تستأتل عشان توصل للهدف اللي أنت حاط فارجع دايماً كده وتفكر نفسك كل شوية هو أنت ليه بتديت الطريق ده يمكن يكون الهدف السامي على فكرة الموجود عندك هو أنك تعيش عيشة كريمة أنت وأهلك وأسرتك وعلى فكرة ده هدف سامي جداً ومفوش طبعاً أي نقاش ولكن لو ده برضو الهدف اللي هو موجود عندك حاول أن تفكر نفسك به كل شوية نفسي جداً أكون قدرت أوصل محتوى الكتاب ده وكتب تانية كتير بتتكلم على فكرة التطوير بشكل كويس لأن التطوير فعلاً ما هواش الفكرة اللي إحنا عايزين نوصلها عن طريق أن إحنا نتخيل شكلنا وخلاص عن طريق أن إحنا بنكون بنتعب ولكن علشان ناخد شوية حماس كده أن إحنا نكون بقى بنبتدي فممكن في بداية السنة دي يكون ده الحماس بتاعنا إن إحنا نبتدي ناخد قرار كده 2023 عمرها ما هتكون زي 2022 وكل سنة عمرها ما هتكون زي اللي قبلها الفيديو ده أنا كمان هحفظه عندي على فكرة مش إنت بس هحفظه عندي وارجع أشوفه بعد سنة عشان أشوف الناس اللي كتبت في التعليقات بتاعت الفيديو ده بعد سنة هل هم أتغيروا بجد ولا لا ما تنساش بقى اللايك الجميل لو الحلقة دي عجبتك واكتب لنا في الكومنتات ايها أكتر حاجة سمعتها وعليت معاك وأشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله كان معكم مايكل راشد برنامج الزتونة شكرا